اذا حملت وزارة الدفاع الامريكية مجموعات مسلحة مدعومة من ايران المسئولية عن الهجمات التي تعرضت لها قواتها وادت الى مقتل متعاقد امريكي واصابة خمسة جنود اخرين بالاضافة الى مقاول امريكية وذلك بعد ان ضربت طائرة بدون طيار قاعدة عسكرية في شمال شرق سوريا كما اعلنت الوزارة عن شن قواتها لغارتين جويتين على منشأتين في المنطقة ذاتها قتل مقاول امريكي امس واصيب خمسة من افراد الخدمة الامريكية ومقاول امريكي اضافي بعد ان ضربت طائرة بدون الطيار احادية الاتجاه منشأة صيانة في قاعدة للتحالف بالقرب من الحسك شمال شرق سوريا وقال المتحدث باسم مجلس الامن القومي الامريكي جون كيربي ان الضربات الامريكية في سوريا تهدف الى حماية جنود بلاده هناك واضاف كيربي ان تنظيم الدولة والجماعات المسلحة المدعومة من ايران لا يزالون يشكلون تهديدا هناك وشدد كيربي على ان الولايات المتحدة لا تسعى الى صراع مع ايران وانه لا ينبغي لطهران ان تشارك في دعم الهجمات على المنشآت الامريكية مشاهد حرب خفية بين الولايات المتحدة وايران تظهر للعيان بين الفينة والاخرى هذه المرة قرب الحدود العراقية السورية في دير الزور المدينة التي تسيطر عليها قوات تابعة لطهران هناك ترتفع السنة اللهب اثر ضربات متفرقة بسلاح الجوي الامريكي وزارة الدفاع الامريكية تبنت الضربات وقالت ان جيشها نفذها على مواقع تابعة للجماعات المسلحة المدعومة من الحرس الثوري الايراني اما الغرض منها فانتقامي بحت يؤكد وزير الدفاع الامريكي يقول انها ردا على هجمات متكررة على القاعدة العسكرية الامريكية المتموضعة على الاراضي السورية اخرها هجوم بمسيرة اسفر عن مقتل متعاقد واصابة خمسة جنود امريكيين الاستخبارات الامريكية خلصت الى ان الهجوم احادي الجانب ايراني الاصل وهما قد يفاقم الوضع المتوتر اصلا بين واشنطن وطهران الضربات الامريكية هذه اسفرت هي الاخرى عن مقتل اصابة عدد لا بأس به من الجماعات المسلحة المدعومة من ايران رد الفصائل الموالية لايران لم يتأخر على الفور قصفت موقعا لقوات التحالف الدولي في حقل العمر شرقي دير الزور تقول مصادر اعلامية محلية هجمات تلك الجماعات التي تعد الوجود الامريكي في سوريا مشابها لوجوده في العراق جاءت بعد زيارة الجنرال الامريكي مارك ميلي الى شمال شرق سوريا لتقييم المهمة ضد تنظيم الدولة وقد اكد انذاك ان نشر القوات الامريكية في سوريا لمحاربة الارهاب لا يزال يستحق المخاطرة ليست هي المرة الوحيدة التي يحتدم الفعل ورد الفعل بين الامريكيين ووكلاء ايران في المنطقة اذ تعرضت القوات الامريكية لنحو 78 هجوما وقفت فصائل مدعومة من ايران وراءه منذ بداية عام 2021 وفقا للقيادة المركزية للقوات الامريكية في الشرق الاوسط لقراءة اوسع حول هذه التطورات ينضم الينا فريد فليتز المدير التنفيذي لمركز السياسة الامنية من واشنطن عبر خدمة سكايب اهلا بك سيد فليتز اذا عندما يقول المتحدث باسم البنتاجون باننا لا نسعى لتصعيد مع ايران وان هذه الضربات كانت لحماية قواتنا وان مهمتنا هي القضاء على تنظيم الدولة بعد هذه الهجمات ما الذي نقرأه من هذه التصريحات عن استراتيجية واشنطن في سوريا في المرحلة المقبلة شكرا للاستضافة اود ان اضع هذا الامر في سياقه الصحيح بشأن ما يتم مناقشته في الولايات المتحدة حول برامج الاخبار واعضاء الكونغرس الانتباع العام هو ان هذا ان ايران كانت تود ارسال رسالة الى الولايات المتحدة وامكانية التصعيد وتصعيد التوتر مع الولايات المتحدة ولا بد ان نقول ان هذا هو الرسالة الصحيحة لان هناك 78 هجوما وقع خلال العام الماضي هذه قوات مدعومة من قبل ايران والنظام السوري منذ بداية شهر يناير في العام الماضي وهذه كانت اكثر ثالث مرة تقوم في الولايات المتحدة بالانتقام والامر يصبح اكثر جدية عندما يقتلوا امريكيون على الارض ولكن انا اقول انه ينبغي علينا تواخي الحذر بشأن ما يقال عن السياسة الامريكية المشكلة هنا ان الولايات المتحدة كانت تتحمل هذه الهجمات وتتسمح مع القائمين بها ولذلك ارى ان المسؤولين الامريكيين الان ينبغي ان يشرحوا للكونغرس اذا كان ما سيكون هناك وجود عسكري هناك نحو 900 جند امريكي على الارض في سوريا وسبب وجودهم هناك ولماذا نسمح وجود بشأن هذه الاجمات ضد القوات الامريكية وعدم الرد عليها نعم طيب سيد فلز تعرضت القوات الامريكية لحوالي 78 هجوم من فصائل مدعومة من ايران منذ بداية العام 2021 وواحد وعشرين وحتى الان كما تفضلت ماذا يعني تكرار هذه الهجمات وبهذه الوتيرة على القوات الامريكية من دون ان تكون قادرة على وقفه تماما لماذا باعتقادي هذا يظهر ان المنطقة تبالغة الخطورة وان هناك العديد من الدول الاخرى المشاركة في هذا التحالف لا ادري كم تعرضت لمثل هذه الاجمات هناك قوات بريطانية وهناك قوات تركية وهناك قوات من دول اوروبية اخرى واعتقد ان المشكلة هنا هي ان الامريكيين الذين يطرحون هذا السؤال لماذا توجد قوات سورية في تلك المنطقة والسبب هو هزيمة داعش والوقوف مع الاكراد السوريين الذين تربطهم علاقات طيبة مع الولايات المتحدة بالتوازي مع هذه المعطيات التي ذكرتها سيد فليتس الى اي درجة يؤثر الوضع الداخلي الامريكي على الاستراتيجية التي ستتبعها الولايات المتحدة الان في سوريا نتحدث عن ازمة البنوك نتحدث عن شعبية الرئيس الامريكي الحالي جو بايدن حرب اوكرانيا تنامي الحلف الصيني الروسي اضافة الى عامل جديد وهو التقارب الايراني السعودي في المنطقة وبالتالي كيف ستتعامل ادارة بايدن مع كل هذه التطورات داخل سوريا حسنا سؤال مهم للغاية وكما نعلم ان الرئيس ترمب كان قد سحب القوات من الاراضي السورية وتحدث مع مستشاريه وكان هذا سيمثل ضغطا على الرئيس بايدن ليرى اذا كان الامر يستحق هذه المخاطرة من حيث وجود قوات امريكية على الارض في شمال السوريا في الوقت الحالي وهناك ايضا تطورات اخرى لابد اخداف الاعتبار بتقدير الموقف هو ان الوجود الامريكي على الارض في سوريا سيستمر لفترة من الوقت لان الرئيس بايدن ينبغي عليه ان يواجه تلك المشكلات الاخرى التي ذكرتموها خصوصا الموقف في اوكرانيا والتوتر مع الصين هل يعني هذا ان هذا الهجوم الذي وقع على القوات الامريكية والرد الامريكي عليها انه ربما ليست عملية محدودة وينما تأتي في اطار اوسع في ظل الصراع مع ايران على الاراضي السورية لا اعتقد هذا وانا لست مستعدا ان اتقبل بان هذا بالضرورة هو رسالة ترسلها ايران الى الولايات المتحدة كما شرحت ان هذه الهجمات تحدث بشكل دوري وهذه تشير الى عزم وتصميم هذه الميليشيات الدعمة للسورية لطرد الولايات المتحدة خارج الاراضي السورية وهو ما تريده الحكومة السورية ايسا نحن لا نعلم الهدف من وراء ذلك ولكن نعلم ان ايران هي المسؤولة عن هذه الهجمات وهذا التصعيد والدعم الذي تلقاه هذه المجموعات والاسلحة التي تحصل عليها ولكن فيما تعلق بالسياق الاوسع فان اعتقد ان الامور ستهدأ بقدر على نحو ما خلال الفترة المقبلة سيد فريد فيلز المدير التنفيذي لمركز السياسة الامنية من واشنطن شكرا جزيلا لك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة